موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي حيث يولي بشهادته على المؤامرة على الثورة المصرية دكتور مرحبا بك يا مرحبا أول اجتماع لمجلس الوزراء عقده وشام أنديل كان في 7 أغسطس كيف كان هشام أنديل يدير اجتماعات مجلس الوزراء؟ الحقيقة لو نظرنا لي باعتباره مجلس الوزراء في أوضاع عادية الإدارة كانت كيدة وربما كان الاجتماع الأول كان مهم جدا باعتبار أنه ما كانش فيه رؤية اقتصادية واضحة الوزارة دي كانت وزارة تهدف إلى عمل إصلاح اقتصادي زي ما قلت أنها بعيدة شوية عن الرؤية السياسية فبدأت تتكلم إزاي تعمل رؤية سياسية وبعد النقاش كان المجلس طويل في الحقيقة توصلنا إلى أنه الدولة المصرية محتاجة 3 حاجات أنا كان لها طروحات سياسية أشير لها بعدين لكن حتى في النقاشات الاقتصادية قلنا أنه الدولة المصرية محتاجة 3 حاجات أولا بعد سنة ونص من إدارة المجلس العسكري للدولة المصرية كان الاقتصاد المصري منهج جدا في استنزاف للاحتياط النقضي 22 مليار بدون أسباب واضحة يعني ما هي أوجه الإنفاق اللي ترتب عليها إنفاق كل الميزانية المصرية بالإضافة إلى 22 مليار دولار من الاحتياط النقضي ما كانش في حاجة واضحة وإحنا كنا منتهيين من سنة مالية إحنا بنبدأ من بعد بداية السنة المالية 2012-2013 الحاجة الثانية غالبية المصانع المنتجة في الدولة المصرية غالبية بمعنى غالبية يعني فوق 50% مغلقة بشكل حقيقي ما فيش تشغيل حقيقي للدولة المصرية أجهزة توزيع الخدمات في الدولة المصرية زي الغاز والبنزين مهترئة وكلها سرقات يعني كلها فساد لدرجة أنه إنت تخيل محافظة زي محافظة سهاج المفروض يروح لها نسبة معينة من الغاز بيوصل ما تحتاجه بنسبة 110% بيتبيعت لها لكن يصلها أقل من 50% والباقي في السكة الباقي بيتسرق بيتسرق في مراحل بقى العربيات اللي بتنقل والشركات اللي بتبعت فساد منظم وعصبات والتموين اللي بيتلقى ويعني عملية استنزاف دائم فكالهدف الأول هو وقف النزيف الهدف الثاني محاولة إشعار المجتمع المصري كله إنه فيه نوع من التنمية فبالتالي عايز توزع قدر كبير من الخدمات على ربوع الدولة المصريك اللي في السبع وعشرين محافظة خصوصا المحافظات اللي هي شرقان لأي قدر من التنمية اللي هي سينة نعم لها ظلمت كثيرا النقطة الثالثة هو عمل مشروعات يمكن إنها تغير من مصار ومن مصير الاقتصاد المصري وهو ده النقاشات اللي أدت بعد كده إلى فكرة محور قناة السويس اللي اتولدت في الوزارة دي في الحقيقة وإذا يعني لم تكن فكرة قديمة لا 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 فكرة القديمة بتتكلم على تحويل قناة السويس إلى منطقة خدمية للسفن يعني عايزة يعمل حبة خدمات للسفن زي محطات لإصلاح عضل لكن كمحور شامل للتنمية لم تطرح بهذا الشكل أبدا مسبقا الحكومة دي طرحتها على أساس إن هذه المنطقة فيها هتبقى قاطلة التنمية في مصر أولا فيها خمس مواني من أهم المواني في مصر بدءا من الأدبية في الجنوب والعين السخنة إلى الشمال ضمياط يعني المحور مش معناه قناة السويس بس وهو ده بقى الخلاف يمتد إلى ضمياط في الناحية الغربية والناحية الشرقية العريش يصل إلى العريش وغرب التفريع يعني غرب البورسات ودخل فيه شرم الشيخ ودخل فيه السويس ودخل فيه عمل الدنيا كل التنمية شاملة بتعتمد بقى على استعادة كل الشعب المصر لحقوقه زي السينوية حقوهم في تملك الأراضي وفيه بعض القرارات صدرت في هذا الموضوع طبعا وكله لم ينفذ الجيش سحب كل حاجة فكرة أن التنمية تبقى وطنية إزاي تكتازب براس المال وفي ذات الوقت يبقى في هيمنة للروح الوطنية في عملية الاقتصاد يعني تمصير الاقتصاد المصري في التنمية لأنه الناس مش منتبهة أنه في خلال التلاتين سنة بيتوحسن مبارك اقتصاد المصري لم يكن مصري كالاقتصاد المصري في الحقيقة رجال الأعمال هم عبارة عن يعني وكلاء لاقتصادين في الخارج ولمشروعات أجنبية وبيفتح سوبر ماركت بيفتح مراكز تجارية بيفتح حق المصنع كله بترخيص من الخارج ومن ثم الملكية والسيطرة والتوجيه دايما في الخارج هل يمكن لهذه الرؤى التي يمكن أن تنهض بمصر وتخرجها من إطار الولاء للغرب والسيطرة الأجنبية أن تنجح في ظل أن معظم الحكومة فلول لا سيما من في يدهم القدرة على عرقلة مسيرة الحكومة هذه البداية حتى الوزراء اللي هم تستطيعين أنت بكل صراحة تقول فلول وكان مفروض من المجلس العسكري كانوا كمشنين وكان صوت اللي عنده روح الإصلاح زي الوزراء قصوصا اللي جايين من خارج السندوق كانوا قادرين أن هم يفرضوا على الأطراف الأخرى أن هم لا يسمعوا كلامنا والطرف الآخر يخشي على سبيل المثال طرحت بعض الأفكار القديمة المتعلقة مثلا بزيادة ضرائب على شرائح فقيرة ووجهت بقسوة فامتنعوا فكرة أنه إحنا عايزين نأصلوا فيه عمليات احتجاجية فأوية هنا وهنا فنواجهها بقانون الطوارئ وربما الجرائد نقشة الموضوع ووجهت بقسوة فأصحابها لم يتكلموا مرة تاني وبالتالي كان حتى العدد القليل من الوزراء اللي بينتموا للثورة قادرين أنهم كيف تغيرت المعادلة بعد ذلك في إدارة مجلس الوزراء والقرارات وأصبح هؤلاء يعرقلوا ويشدوا الحكومة إلى الخلف أعتقد في وقت لاحق أعتقد أنهم كانوا متواصلين مع المجلس العسكري مع المخابرات مع غيرها وبدأت لما ظهر نوع من الضحف في بعض القرارات الرئاسية أو بعض القرارات والتراجع والتراجع فبدأت تقوى شوكة هؤلاء خصوصا التراجع الكبير اللي أنا باعتبره والمهم مش مجلس الشعب في قرار استعادة مجلس الشعب وإنما في قرار النائب العام استبعاد النائب العام أو يعني تعيينه وزير قرار النائب العام تعيينه وزير ثم العودة فيه قرار النائب العام ربما كان منحنى كبير جدا سنأتي له في وقتها في 9 أغسطس 2012 هشام أنديل قرر إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالعمل على استعادة الأموال المهربة برئاسة عاصم الجهر أنت كنت معنى كبير بها لماذا فشلت حكومة قنديل ومرسي في استعادة مليم واحد من الأموال التي مهت لأنها لم تتحرك خطوة واحدة في الموضوع وده كان السبب المباشر للاستقالتي في 27-12 بعد كده هشام الجهر كان رايح جاي بيسافر وبيجي وبليف عاصم الجهر الحقيقة أنا قبلت الوزارة عشان عدد من الملفات كان منها على رأسها هذا الملف وفي أول يوم أول اجتماع قدمت رؤية واضحة لأنها موجودة مسبقا عاملينها ومجهزينها في اللجنة المصرية القانونية لاسترداد الأموال قانون وقرارات رئاسية وقرارات حكومية لازمة وإنشاء مجموعة من اللجان اللي تستطيع أن تقوم بهذا الدور قدمت كل ده الدولة العميقة خلي بالك يعني من أهم الملفات التي تدافع عنها الدولة العميقة استرداد الأموال من الخارج لأن الأموال من الخارج اللي هربت من دولة مصرية خلال عشرين سنة أحجمها وحجمها ضخمة جدا وقامت بيها شبكة من الفساد هذه الشبكة موجودة في كل حد فيها كبار ضباط رجال أعمال كبار مسؤولين في داخل الدولة وزراء سابقين حتى رئيس الدولة السابق اللي هو حسن مبار كل هؤلاء أنت بتكلم على ما لا يقل عن مئتين وعشرين مليار دولار هربت وبالتالي أنت لا تستطيع أن تعتمد على الدولة العميقة المجلس الأعلى القوات المساء ما عليش خلينا أقفل حتة دي مجلس الأعلى القوات المسلحة تحت ضغط اللي احنا عملناه في مدان التحريف ثم ضغط المستمر اللجنة بتاعتنا اللجنة الشعبية ولن قاله لازم لجنة تنشأ عشان تطالب بهذا الموضوع وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد فأنشأ لجنة قضائية اللي هي بقيادة المستشار عظم الجهري بقيادة رئيس الكاثبغ المشروع كل أعضاءها قضاء لأنه ما ينفعش لازم الشعب يشارك لأن القضية ما هيش قضية ما هيش قضية جنائية ولا قضية قانونية دي مسألة دبلوماسية وسياسية وسياسة ومفوضات وشعبية وكذا والشعب سورق بليل يجب أن يشارك في استرداد أمواله بالمهار تحت نظره رفض شوف هو عايز يدي لهم الملف عشان يقتل هذا الملف عشان يسترد المال ولم تقم هذه اللجنة بأي إجراءات حقيقية طلبت حتى بعض المنظمات الدولية انتقادت في انتقاد أخير ليه أنها لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لاسترداد الأموال حتى الأموال التي جمدت في الخارج جمدت بناء على طلب لجان شعبية وليست هذه اللجنة هذه اللجنة ودي بأي المفاجأة مستمرة حتى اليوم يعني حكومة أندي الخطأ الكبير الذي وقعت فيه وخطأ دكتور مرسي وهذا السبب المواشر اللي أنا انسى حتى عشان أنها لم تلغي هذه اللجنة ولم تنشئ لجنة جديدة زي ما أنا طلبت أنا طلبت أن اللجنة دي تلغى وتنشئ لجنة جديدة وتقول كل الأوراق والتحقيقات وما قامت به اللجنة سواء مهمة أو مش مهمة تقول للجنة الجديدة هل يمكن كان فيه دكتور يعني نتائج تجنى من وراء هذا الموضوع لو فيه لجنة جدية طبعا طبعا بكل بساطة شوف أنا قدمت مشروع القانون والأوراق في أول جلسة وعدت مع دكتور رئيس الوزارة ثم جلست حتى مع المسؤولين الأجانب في الدول اللي لديها أموال مهربة ونقشنا المهمة إيه أهم الدول دي سويسرا وإنجلترا ثم الإمارات أنا في الحقيقة ألتقيت بوزير العدل الإماراتي في قطر لكنه لم يبدأ أي استعداد للتعاون في الحقيقة والإمارات لم تتعاون وصدر تقرير مؤخرا أن الدول العربية التي لديها الأموال المصرية المهربة والأموال التونسية المهربة لا تستطيع أن أنت تحدد أرقام لأن الدول المصرية لم تقم بدور التحقيق في الموضوع أنت قلت 220 مليار دولار ده مبلغ ضخم جدا النسبة الأكبر موجودة في الدول الداعمة الدول العربية الداعمة أنا قدمت في كلام أن عمر سليمان لوحده في أحد بنوك الإمارات ترك 7.5 مليار دولار ودي معلومات مشرت أن أولاده راح ورفعوا قضية أنت عندك دولة أنا ليه أدني أسمع معلومات طبعا أنا أتأكد منها ما أجري التحقيقات إذا كانت هذه اللجنة قائمة لحد النهار لا تجري التحقيقات ما أنت أجري اللجنة أسست حتى تقتل الملف يبقى أنا أعيز أحلها وأعمل لجنة جديدة وبجانب اللجنة الجديدة أعمل لجنة لمكافحة الفساد وأعمل لجنة عشان أعمل قانون يحمي المبلغين وفي ناس عندها أسرار أعيز أسمعهم وعايزين حماية الملف كل أعطيه لنائب رئيس الجمهورية المستشار أحمد مك وظل يطلب مني أوراق وأوراق وأنا فجأت أن المانع الحقيقي في حل هذه اللجنة وعمل لجنة جديدة هو القضاء المستشارين في وزارة العدل قالوا بصراحة لن نقبل لجنة جديدة لو عايزين تعمل لجنة أعمل لجنة أخرى حسنا مش هنتعوان معها مش هندي حد حاجة لو نشأت لجنة جديدة لن نعطيها لا تقارير ولا تحقيقات ولا أوراق ولا مستندات ده فساد رسمي ولما قدمت القانون بكل بساطة قالوا لا يجوز لللجنة اللي انتو هتنشؤوها أن تجري أي تحقيقات لأن عشان يجري تحقيقات لازم قضاء والقضاء مش هشتغلوا معاك لأن القضاء لا يستطيعوا أن يرأس القاضي غير قاضي تقولوا إزاي يا مهولان ما للقضاء اللي بيشتغلوا في لجان الدولة وتحت إيد الوزراء وفي الإدارات كلها قضي بوعد الصبح على المنصة وبالليل بيسمع من الوزير بأموره خطيرة خطيرة طبعا لكن أنا عايزة أقول لك لم ألقى مساندة حقيقية من الحكومة طبعا هو دكتور أندلزاي نفسه إن الموضوع يمجز لكن حالة الضعف في مواجهة الدولة العميقة كان يمكن حلها بسلطة تشريعية ورئيس الجمهورية كان السلطة التشريعية كان رئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر التشريع بشكل مباشر لكن ترك الموضوع لأليات الدولة العادية هنا مسؤولية مرسي فرد وزارة العدل فوزارة العدل فالحكومة فظل الموضوع ينتقل من يد اليد لما أنا شعرت أن الموضوع سيجلس سيستمر ظهر الظهور زي ما بيقول لينين قررت الاستقالة بعد وضع الدستور مباشرة دون أن ينجز شيء في الملف وبقت اللجنة كما هي أن فقط ما يزيد على 60 مليون جنير في سفرياتها رايح جاي بينما لم تسترد مليم وأنا عمري لكنت أعود في هذه اللجنة لأنهم كلهم قضاء ولم أتمكن من حلها للأسف لأن الدولة العميقة ساندتها ولأن الرئيس لم يساندني في هذا الأمر وبقت الأوضاع على ما هي عليه محاولة لإغلاق هذا الملف ونسيان الشعب المصر الأموال كتير من الملفات كانت الناس بتروح بها للرئيس مرسي ويستطيع أن يتخذ فيها قرارات للإصلاح لكن كان إما لا يتخذ القرار وإما أن يحيل القرار إلى وزراء الدولة العميقة أو الحكومة أو كلام ده لو تمشي في المصارات التي تموت فيها هي رؤية ودكتور مرسي أقرب كده في خطابه الأخير لو تذكر بعد إيه؟ بعد الدنيا ما خربت؟ أنه كان بيفكر أن الأمور الإصلاح قد يأتي من خلال احترام الأليات التي توارثها نظام الدولة المصرية ما كانش فيه إدراك أن نظام الدولة المصرية في الحقيقة فسد في خلال الستين سنة اللي فاتت خصوصا التلاتين سنة الأخيرة وبقى لا يقبل أي تغيير حقيقي ولن يتغير إلا بإجراءات قوية ثارمة بأدوات تفرضها جهات منتخبة والجهات المتخبة عندنا إما البرلمان اللي ما عملش كده لأن هذا القانون نفسه اللي أنا قدمته رئيس الجمهورية كنت قد قدمته للبرلمان قبل كده ولما أكون عضو من البرلمان وإنما من خلال أخونا الأستاذ عصام سلطان رب الله يفرق كربه تقدم به ودفع عنه دفاعا مستميدا لكنه برضو ما مرش من البرلمان نحن قدنا البرلمان كان نفسا أنا هنا قدام حاجة أن كل أخطاء البرلمان التي لم يصدر فيها تشريعات ولم يصدر فيها حاجات مرسي مشي في نفس الطريق بالضبط الطريق الإصلاحي وحولة المؤمنة مع الدولة المصرصية دون أن ينجز شيئا ودون أن يحقق أهداف الصوت أنا عايز أقول لك القانون نفسه وقدمناه بعد كده المجلس الشورى تاني وأنا رحت مجلس شورى دعيت عشان أدافع عنه والحكومة وقتها بعتت أحد مستشاري وزارة العدل وأنا كنت استقلت بقى من الحكومة راح برضو عشان يقول لهم مش هيتعمل لجنة فيها قضاء يعني القضاء لن يتعاون مع أي لجنة جديدة لو ناشد أنت نموذج من ناس كتير كانت بتشكوا من هذا الموضوع لكن برضو أنتقد لحاجة تانية أنك في 10 أغسطس أعلنت أن الحكومة تدرس إنشاء منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية للتغلب على مشكلة التهريب عبر الأنفاق صحيح وهذا المشروع أيضا لم ينفذ كان اقتراحي في الحقيقة كان اقتراحي اقتراحته في مجلس الوزراء لكنه لم ينفذ وعلى ما اعتقد برضو الدولة العميقة قلت لهم الكلام ده خطر وكلام أمني ويدر مصر ويدر الحدود وما شابه تس استخدموا استخدام تاني اللي هو هدموا الأنفاق كلها أطب ودمروها أطب وحصروا غزة يعني ومنعوا أن أي شيء تاني طبعا أنا قلت الأنفاق لا تفيد غزة واحدة عشانت بعرف الأنفاق تفيد كثير من المصريين في سيناء اللي تجارتهم أيما لما عندهم تشغلة تاني قل لي هيها إيه الأعمال اللي موجودة في سيناء ما هي الصناعات اللي موجودة في سيناء ما هي مراكز التجارة اللي موجودة في سيناء ما هي الأعمال اللي موجودة للسينوية سيناء ما فهاش غير جامعة واحدة خاصة وليس جامعة حكومية سيناء ما فهاش مستشفى جامعي يعالج الأمراض عند السينويين فهاش كلية طب بيضطروا كلهم بيدخلوا كلية تربية رياضية باين أو تربية بيطلعوها كلهم مدرسين عشان ما بيعرفوش ودوا بناتهم مثلا في جامعات اللي موجودة في التلتة وغيرها قضية خطيرة فبالتالي انت الكلام دوت مش بس بيخدم أهلنا في غزة المحاصرين لأن الحصار غزة يأتي من مصر ما تقدرش تقول لإسرائيل يرفع الحصار عن غزة لكن تقدر تستطيع تقول لأهلنا في مصر ما يحاصروش أهلنا في غزة فلما تغلق هذه الأنفاق انت بتضر الناس اللي في غزة وتحطم قدرتهم على الصمود وكمان بتضر اقتصاديات البسيطة الصغيرة للأهل نفسي طب الحل إيه الحل إيه هل ده معنى أننا أيد الأنفاق أنا لو أيد الأنفاق لكن لا يمكن أن أهدمها دون بديل البديل عندي هو ده اللي أنا طرحته انت خايف من مسائل أمنية خلاص اعمل منطقة تجارية وقلت مش مفتوحة وإنما مغلقة من الجانبين ويبقى دخلها بتصريحات وتبقى عملت تبادل البضائع بشكل واضح وعلني ومتاح للجميع وتحت عن كل المسؤولين الأمنيين والأجهزة الأمنية المختلفة ده إذا كانوا عايزين حل لكن هي القضية أن الثورة المصرية في الحقيقة في جزء منها هي سرعاً بالقديم والجديد القديم بيخدم على صراعي والجديد عايز يطور على المصالح الوطنية والمصالح العربي فبالتالي رؤية دي ما تفيدش القديم القديم عايز يقدم خدمات يعني النظام مبارك ونظام الانقلاب جزء من شرعيته أمام الغرب وأمام الولايات المتحدة الأمريكان هو بيقدم لها خدمات خدمات في الدفاع عن أمن إسرائيل عن طريق محاصرة والتضييق على أهل نفسينا والالتزام أكثر بتقديم تسهيلات للقوى الغربية سواء تسهيلات بالمرور من قناة السويس أو بعبر طائرات عسكرية أو سفن عسكرية أو ما شابه أو تسهيلات أخرى لا نعلمها يعني أنا عايز أقول لك أنه الثورة لم تحكم الدولة المصرية أنه الاتفاقيات السرية اللي ألحقت باتفاقيات السلام غير معلوم إلى الآن إلى الآن ولا مرسي عرفها ولا الحكومة عنفتها ولا حد تطلع عليه فيه أنت لازم تخض معارك عشان تستطيع أن تتفهم ماذا يجري في دولة المصرية في 60 سنة تدار من غرف المظلمة بقالها 60 سنة الشعب لا يشارك فيها دكتور فيه معلومة خطيرة أنت قلتها أن حجم ما تم تهريبه من أموال خارج مصر يصل إلى 220 مليار دولار المبلغ ده مش ضخم وهالمصر بهذا الغنى وكيف تم تهريب هذه الأموال خارج مصر فأنا سمعت من أسبوع تقريبا من أسبوع إحنا دلوقتي بنسجل للحلقة دي يعني في أول مارس 2014 صحيح سمعت من قائد الإنقلاب يتكلم على أنه موارد مصر قليلة وبالتالي يعني الناس تربط حزمها ونضحب جيل أو جيلين عشان الأجالي القادمة تسعد وتعيش كويس الحقيقة أنه موارد مصر ما هيش أولاية مصر بخلاف حتى الدول اللي حواليها الدول الغنية اللي حواليها عندها مصادر بترولية على سبيل المثال مصر عندها الوحيدة في المنطقة اللي عندها مصادر طبيعية متنوعة من كثير من الخامات الطبيعية زي البترول والفوسفاد والحديد والمانجانيز والذهب وعندها البترول يعني مصر أيضا دولة منتجة للبترول وعندها السيليكون وعندها المصادر الأخرى والذهب وأشياء أخرى كثير زي الأراضي الزراعية وزي مصادر المياه سواء المياه الملحة أو المياه العزبة أو ما شابه فمصر دولة متعددة المصادر الحقيقة لا متناهية المصادر أسباب كثيرة بما فيها المصادر البشرية مصادر الثروة البشرية وبالتالي أنه يسرق من هذا المبلغ وأدي كده وأكتر من كده أنا بكلمك على الأموال التي يمكن تعتبر فعلا أنها أموال مهربة ويمكن استردادها لكن في أموال أخرى لا يمكن استردادها هل تتكلم على الـ 220 مليار أن يمكن استردادهم؟ أه طبعا يعني بتتكلمش على الأموال التي نهبت وزهبت في الدهاليس أنا لا أتحدث عن الأموال التي خرجت من الخزينة المصرية هي أكثر من ذلك إحنا بنتكلم على العشرين سنة الأخيرة ده غير اللي نهبت جوه البلد كمان أه ولا أتحدث عن الأموال المهربة داخل المنظومة المالية المصرية اللي لسه في المحفظة المالية المصرية بس تحت بقت بإسمه فلان وعلان وأنما أتحدث عن الأموال اللي خرجت بطريقة تشكل جريمة تهريب أموال شعب وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد هي دي اللي بتحدث عنها هذه الأموال يمكن استردادها؟ آه يمكن استردادها لكن عايزة شعب يكل الظلط ويقاتل لأجل استرداد مش يقاتل يعني يدخل حروب لا عايز يخوض معارك سياسية ومعارك دعائية وإعلامية ومعارك قضائية عشان يسترد هذه الأموال التي لا تسقط بالتقادم وأنا بأخذ على في الحقيقة حكومة أنجل وأخذ على الدكتور مرسي أنه ما أعطوش هذه المسألة وهذه القضية الجهد المطلوب والحجم المطلوب لأنه أنا عايز أعتبرها أنا بعمل تنمية زي ما قلت في مجلس الوصول أنا بعمل تنمية عندي موارد عندي موارد متأكلة كثيرة سعيلك متأكلة متأكلة لأنها مفتتة زي قطعة اللحم المفتت فلان خد حتة وفلان خد حتة وفلان موزعة هنا فعايز أعيد بناء هذه المنظومة مرة تاني أنا عايز أحط الأموال المهربة جزء من موارد الدولة المصرية عايز أقول لي أن في الميزانية دي أنا بخطط أن أنا أسترد 20 مليار ميزانية الجاية أنا بخطط أن أنا أسترد 40 مليار وهكذا يعني أحطها ضمن موارد الدولة المصرية تأكيداً لكلامك نائب رئيس الوزراء الليبي أبو شخور السابق اللي أسبق قال لي أن فيه واحد من رجالي القزافي واحد فقط هرب لدولة أوروبية هي سويسرا 50 مليار دولار واعترفت سويسرا بالمبلغ وكان هناك تفاوض على استرداده طبعاً أطيح بالحكومة وغيره لكن أنا أتكلم على شخص واحد في دولة وحدة فإحنا فعلاً ممكن لا نستغرب حجم هذه الأموال بكاس بردو على منظمة واحدة منظمة واحدة من المنظمة التي قطل قتل الاستلاء على أموال الدولة المصرية تم تجميد أقل من مليار دولار بقليل 900 وحاجة مليون في سويسرا وما زالت الأموال حتى الآن هذا المبلغ ما زال حتى الآن مجمد في سويسرا وربما يرفع عنه التجميد لأنه الدولة المصرية تتخذ إجراءات أنت عارف الإجراءات هي أيه؟ إجراءات تصدر من القضاء المصر من النائب العام المصر عشان الناس تدرك حكم المعركة قيمة المعركة على منصب النائب العام لازم النائب العام المصري يصدر يبعث خطاب معين مكتوب فيه طلبات معينة علشان الملف ده يشتغل عشان يسترد أموال أو عشان يكشف أموال أو عشان يجمد أموال لم تصدر هذه الخطابات دور المخابرات الحربية بعد ثورة يناير تضخم إلى حد كبير المخابرات العسكرية معروفة أن دورها هو جوى الجيش فقط لكن بعد ثورة يناير بعد الإطاحة بأمن الدولة أصبحت المخابرات العسكرية اللي كان بيرأسها عبدالفتاح السيسي تقوم بدور سياسي كبير واستخباراتي أيضا على الناس اختيار عبدالفتاح السيسي رئيس هذا الجهاز اللي اتهم أنه ارتكب جرائم ضد الصوار في التحرير وفي محمد محمود وفي غيرها اختياره وزيرا للدفاع ألم يكن من أكبر الأخطاء الاستراتيجية لمرسي طبعا أنا لا أعتقد أن في اتنين في مصر يختلفوا على ذلك إلا في النهاية رجل عمل انقلاب رجل في النهاية قاد القوات المسلحة المصرية لإسقاط الرئيس المنتخب وعشان يرشح نفسه هو رئيس للدولة وبيحط منظومة قانونية وقضائية تجعله المرشح الوحيد يعني بيمنع حتى فرص النجاح على غيره على من قبل أن ينزل الانتخابات في ظل هذه الشروط المهينة وهذا الزرف المهين ومع ذلك واضح أنه عمل ده بشكل شخصي يعني واضح أنه شخص يعمل لنفسه مش القوات المسلحة ولا الجيش ولا الشرطة ولا رأي ولا فكر ولا اتكاه بيعمل لشخصه واضح أنه الظروف كانت يمكن أن تساعده لذلك لأنه كان موجود في المخابرات العسكرية وكان موجود في المجلس الأعلى القوات المسلحة اللي حاول يمنع نجاح مرسي واللي حاول أن ينقالب على مرسي زي ما أشرت في الجنازة وما شابه واللي حط العراقيل أمام الثورة المصرية عشان ما تنهضش وعشان ما تتقدمش وعشان ما تحققش أهدافها ومن ثم أنا في الحقيقة ما كنتش معها تعيين أي وزير دفاع من هذا المجلس العسكري ده حتى تعيين وزير الدفاع من غيره عايز حكمة وعايز تأني وعايز حضر فما بالك بالتعيين منه ومع ذلك أنا قلت قبل كده أنه فيش مانا أنت تعيين منه إذا كان الأمر لمرحلة ما بس يعني في كل 3 شهور 4 شهور 5 شهور تغير لازم أنت تعيد تقليب الأرض مرة واثنين وثلاثة حتى تظهر التربة الخصبة اللي تعطي في مرسي كيف نجحت سيسي في خداع مرسي طوال هذه الفترة حتى أن مرسي ظل يدافع عن السيسي إلى آخر رامق شوف كيف خداع يعني دي متعلقة بالعلاقة الداخلية بينهم وبنبعد حضرت اجتماعات لمجلس الوزراء أو كده حضر فيها السيسي ومرسي أنا حضرت لجنة الأمنية لجنة الأمنية طبعا اللي بيرأسها العليا اللي بيرأسها رئيس الجمهورية من أعضاها رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية والمخابرات العامة أعتقدهم دول الأعضاء كيف كان علاقة العلاقة بين مرسي والسيسي في خلال السيسي؟ علاقة وزير شديد الطاعة لرئيسه المنتخب يعني خلي بلك بصراحة كان واضح تماما أنه مش بس السيسي وإنما المنظومة العسكرية تحاول أن تظهر أنها عندها طاعة واحترام للرئيس المنتخب وكلام ده قل لنا بشكل مباشر قل لي أنا بشكل مباشر يعني لكن ده مش هو ده اللي يبقى مصدره تمؤنينة يعني أنت لما كل شوية تقول لي أنا بحبك وأنا موليك وأنا بحترمك وأنا عمري ما نقالب عليك لازم أنا أفكر لماذا كثرت التأكيد على هذا الولاء المغالفي لماذا هذا التقرب المغالفي لازم واحد يعني يفكر أنه الموضوع خلفه شيء في الحقيقة وبالتالي لكن مرسي كان حطط في بطنه بطيق عصيف الحقيقة خلينا أقول لك كان بيظهر لي كثير من الأشخاص أنه فيه ثقة كبيرة في السيسي الحدي شهر ثلاثة ربما الأمر بدأ يختلف في شهر ثلاثة 2013 ربما ما اختلفش لكن فيه كتير من التقارير بتقولي أن السيسي اعتمد على خداع مرسي من أول يوم أن مرسي من الإخوان المسلمين وشخص عفوا يعني تاريخه بيقول أنه منغالق جوى الجماعة ملوش أي تاريخ سياسي ظاهر كبير أنه يحتكب الناس بالسيسناء مجلس شعبه وجوده في الحرية والعدالة وأيضا ده من داخل بوطقة الإخوان فكان بيظهر له أنه إنسان حفظ القرآن ومتدين وامراته معجبة وهذه الأشياء وبالعاطفة هذه دخل على مرسي واستطاع أن يحتوي مرسي ويدير مرسي في فترة ما شوف يعني أنا في الحقيقة قلت مرة بيت شعر الدكتور مرسي بعد انسحابي من الحكومة في الحقيقة ناس كتير زعلت من انسحابي لكن أنا انسحبت في العيالي أني لم أجد نفسي مستمعا إلي كثيرا أو حتى أستشر قبل اتخاذ قرارات مهمة يعني خصوصا حتى في مجال تخصصي مجال القانوني وبالتالي قلت ربما بقى مفيد في الخارج أكثر وبقى أكثر حرية قلت له أنه بيت الشعر واستعمال الندى وضع الندى في موضع السيفي مضر كوضع السيفي في موضع الندى هذا بيت المتنمب الشيء صحيح القضية أنه الأمر لا يتعلق بأن الشخص الأمامك أمين ولا مش أمين ولا متدين ولا مش متدين دخلنا نتكلم لا هو متدين لا مش متدين دي قضية متعلقة بعلاقاتي بالله سبحانه وتعالى ولا هو حل ولا هو وحش القضية متعلقة بأن إدارة الدولة تقتضي في هذه المرحلة تقتضي أنه لا يبقى أحد من المنظومة القديمة في سلطة فترة ولا مش وزير الدفاع وزير أبسط من كنا بكتير وحتى مدراء الإدارات وكل الدنيا كل دول وكان مرسي عنده القدرة لفعل ذلك إذا كان إحنا بنتكلم عن الجهاز الإداري للدولة المصالحة كان عايز تغيرات جزرية أهمها تغيير رؤساء القطاعات ومدير المصالح تغييرهم تغيير جزري تغيير من الباطن وكل واحد يشعر أنه إذا لم يكن ولاءه للدولة والثورة فهي قال تانيوم بالضبط إذا كنا إحنا بنتكلم على حاجة بهذا الحاجة مصالح حكومية عادية فما بالك بتكلم على المصلحة والجهة التي تملك الوحيدة التي تملك قوة السلاح في الدولة المصرية كانت عايزة تعامل خاص أفهم منك كده أن مرسي ما كانش عنده أي رؤية في عملية التغيير هذه لا هو واضح أنه أقر في النهاية أنه كانت رؤيته أن يتعامل مع أجيزة الدولة كما هي هل يمكن لثورة أن تغيير لا هو دكتور مرسي ما هو السوري أو في هذه اللحظة لم يكن ثوريا يعني في الحقيقة اللي أظهر بعد الانقلاب هذه الوقفة الشجاعة في مواجهة الانقلاب وهذه الوقفة في الحقيقة القوية ورفض التراجع والخطوة واحدة الأمر ده لو أظهره بنسبة 20% 30% قبل ذلك أمور كثيرة كانت تغييرت ربما ما هو بعد الانقلاب لا يقاس أي شيء لا صمود ولا بتاع لما يكون في إيدك السلطة تعمل أنا أتكلم عن طبائع أشخاص أنه أحيانا تبع عندهم ملكات لا يستعملونها في الوقت المناسب في سؤال مهم هنا لماذا ردخ العسكر للإطاحة بهم بهذه الطريقة وأبدوا سمع وطع والتزام وانضباط كبير جدا شوف إحنا نتكلم مع العسكر إحنا نتكلم على المنظومة اللي هي مسيطرة على القوات المسلحة نتكلمش على القوات المسلحة المنظومة دي هي في الحقيقة بعد حكم 30 سنة من حكم مبارك يا منظومة هشة الناس بتعتقد أن هي حاجة يعني جبروت لا هي منظومة هشة زي كل منظومات الدول المصرية زي شفت مبارك سقط إزاي شفت أداء الصرف الصحي شفت أداء أي جهاز من أجهزة الدولة أداء هش ضعيف لأنه الكفاءات ضعيفة جدا قطرات ضعيفة جدا الخيال متراجع منعدم تقريبا وبالتالي القرارات اللي خدها دكتور مورسي كشفت على أنه هو في مواجهة مؤسسة هشة كان يمكن أن يعيد بناءها بطريقة مختلفة تماما وبالتالي هي صدمت هي كانت بتعتقد أنه هيبتها مجرد هيبتها سمعتها السابقة ستمنع أي حد أنه يتخذ من أجهزة القرار فجرؤ مورسي أنه يتخذ هذا القرار فوقعت في صدمة وبالتالي كل ما رتبت لي من 11 فبراير 2011 انهارها مرة واحدة وبالتالي احتاجت الوقت لبناء منظومتها مرة تانية عشان ترتب لي سيناريو جديد وسبها مورسي وعشان كده بقول ربما لو كان أي حد غير مورسي ربما الوابع كان اختلف اختلف إزاي؟ اختلف كان انقلاب هيبقى أسهل هنا الانقلاب اضطروا ينتظروا سنة ويرتبوا سنة وتحول إلى انقلاب دموي خلي بالك وهو ده أحد ربما لو كان حد أقل من مورسي أو شخص آخر لا توجد معه هذا التضامن أو هذه الجماعة وانتماءه لفصيل قوي ما استخدمش أي حاجة صح مورسي ربما ما كانش كان انقلاب عدى دون ثمن كبير في 24 أغسطس بدأت الاحتجاجات ضد مورسي من خلال تظاهر المئات قدام قصر الاتحادية مطالبين برحيل الرئيس بعد شهر ده لهم كم؟ 24 أغسطس 24 أو أقل من تشكيل الحكومة وأقل من شهرين من وجوده في السلطة صحيح أنا عايزة كده يعني لو تذكرنا مع بعض برمج توكشوف في هذه اللحظة كانت بتقول إيه؟ والجرائد المحسوبة على الاتجاهات الليبرالية أو اليساري كم بتقول إيه؟ كانت متضمنة تماماً مع المطالبة بإسقاط مورسي بعد شهر واحد يعني من جانوا على الثورة هم من لم يحسنوا الأداء والطرف الآخر الذي مهد الطريق لعودة الفلول وعودة النظام السابق هو لازم مورسي يدرك تماماً أنه سيظل تحت المؤامرات طبعاً هو فاكر أن طالما الشعب انتخبه خلاص؟ زي ما فضي يقول شرعية الصندوق والشرعية 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 ونسي أن هناك شرعية البقاء وليست شرعية الصندوق بتختارك لكن شرعية البقاء لها أسلوب آخر شرعية الثورة شرعية الثورة ما جابش سيرة شرعية الثورة لآخر يوم عمال يقول شرعية دستورية آخر يوم قال الشرعية الدستورية وصدم حتى مستشاريه اللي أنا سمعت منهم أنهم صدموا بهذا الكلام من مورسي ده بتتكلم على تاريخ كام آخر خطاب لي أو بيكلم على الشرعية بيكلم هو عمال يتكلم على الشرعية وبيقول شرعية الشرعية هو ثورة يناير تتسرق منكم يعني التعبيرات تأخذ بمجملها لكن أنا عايز أقول لك أن القضايا متعلقة بأسلوب التربية الطويلة اللي هي تصالحية وتوفقية أكثر منها مواجهة وثورية جيل الإخوان هذا بهذه الطريقة لا يصلح أن يدير صورة لأن دي رؤية مرسي هي رؤية قيادة الإخوان هي رؤية جيل من الذين خرجوا بشرعية السجون والمعتقلات من السبعينات أنا لما أقيم الموقف معك أي أيام أداء دكتور مرسي والحكومة ربما ده لما هنصل إلى حدوث الانقلاب هنا قبل الانقلاب كلامك يا صح بعد الانقلاب أنا شايفهم منخرطين في ثورة في مصطفين مع باية الشارع رفعين يا دكتور كان في إيدك سلطة غابت معها القدرة صحيح وغابت معها الرؤية صحيح من لا يقرب الأخطاء عمره ما هيستطيع أن ينجح الثورة هل الذين صنعوا هذه الأخطاء هم الذين يقودون قيادة الإخوان إلى الآن الأقرار بالأخطاء هو أول قريب لماذا لا يتنحى هؤلاء ويتركوا جيل جديد من الشباب يقود ومين قال لك أن الثورة بيقودها هؤلاء أو هؤلاء الثورة بيقودها الشباب شباب الإخوان وشباب القوى المنضوية في التحالف أكبر من الإخوان وأكبر من التحالف وأكبر من غيره أنا فجيت هنا بحاجة بعد 24 أغسطس وبداية التأمر والتظاهر ضد مرسي أن في بعض الصحف الغربية بريطانية أمريكية حتى لقيتها أرس الإسرائيلية قالت أن مرسي تلقى تقارير تفيد بوجود ميليشيات تخطط لإصارة الشغب في الشارع المصري وأن هذه الميليشيات مدعومة من الجيش كلام ده في 24 أغسطس 2012 ومرسي يضع كل ثقةه في السيسي ويروح يقول له نعمل إيه سيسي الحقيقة أنه من وجهة نظري أنه الترتيبات بدأت باكرا بمجرد إطاحة بالمجلس العسكري القادم بدأت ترتيبات لسيناريو جديد ومن وجهة نظري أنه الترتيبات دي كان موضوع لها مدى زمني انقلاب التاني بقى اللي أعدى لي المدى الزمني بتاعه على أن ينتهي قبل إقرار الدستور كانوش عايزين يوصلوا لعملية إقرار الدستور و 24-24-28 ثم دخلنا بعد كده في سبتمبر و 10 ظلت الدعوات مستمرة لعمليات لمليونات مختلفة وظلت عملية تشويه الجامعات التأسيسية وتشويه الرئيس مرسي باعتباره لا ليس لدي ولا إلا لجماعاته وليس الوطن وعملية إحداث هو مبين حاجة اسمها جماعة الإخوان المسلمين كأنها نزل من الأمر في مواجهة الشعب المصري هذا الأداء الإعلامي اللي برضو فشلت الحكومة في مواجهته وفشل الحقيقة دكتور مرسي في مواجهة هذا الإعلام اللي واضح أنه موجه تماما موجه في اتجاه واحد فقط ولا يعطي للطرف الآخر حتى المساحة الإعلامية اللي يستطيع أن يواجه بها هذا السيل بس الرئيس مرسي ترك كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم ساب المذابل حوالين الأصر الجمهوري وساب الناس تعمل خيام ومذابل وكان المنظر مؤرف جدا وناس كلها كتبت يعني ناس كتيرة كتبت تقول إن في مذابل لا يتدار الدولة بهذه الطريقة هذا قصر الدولة قصر الشعب وليس قصر مرسي حتى يسمح بهذه المال السيناريو كان موجه إنه مرسي يقتل الناس في الشعب مش قاتل وإن يحصل فين الحرس الجمهوري وإن يحصل مواجهة فين الشرطة كأنه فيش دولة لا مهمة بص في مجلس الوزراء كان دائما الشرطة تقول لك أنا مش قادرة أنا ما عنديش قدرة واجه الكلام ده طب الجيش يساعدها يقول لك الجيش لا أنا ما صدقت بعت عن السياسة سيسي كان بيقول كده في مجلس الوزراء أنا ما صدقت بعت عن السياسة والجيش بعد عن السياسة مش هقدر أدخل تاني ولا أبعض تحدي تاني خلاف خالص اللي حصل في الانقلاب وبالتالي واضح إنه الدولة العميقة بتجهز وبتعمل ضدك فإنت كنت عايز بدائل هذه البدائل كانت لا يمكن إلا بإصلاح حميق من ضمن البدائل على سبيل المثال إن أنت تتجه إلى إنشاء أو توسيع الجهاز القضائي بإنشاء محامي عام للشعب أنت عندك النيابة العامة لا تعمل لك القضاء أنا عايز أقول لك فيه ناس استخدموا السلاح في الشارع واتمسكوا بالسلاح وإن يابة أفرجت عنه في ساعة حتى في اللجوم على الأصر مية واربعة شخص والله إيه سيطلع يتكلم والنيابة طلعها ده في شهر 11 ده قبل كده بكتير القضاء على أشخاص تورطوا في معهم فلوس ومعهم تلقوا مال من ده ومن ده في تسجيلات مقدمة ومشابه وكان يطلق صراحهم الإخوان للأسف الشديد في هذا الوقت كانوا بيعودوا يتكلموا على الحواديد دي في جلساتهم الخاصة وما بيتم إي اتخاذ أي إجراءات المضيفة التي تمسكت في المطار ومعها عشرة مليون دولار الناس قاعدت تتكلم عليها حواديد ولم يتم إتخاذ أي إجراءات يعني أنا أنت قلت لي القصة دي كمان يعني أنت قلتها لي في وقت بكت أنت في الحكومة أو بعدها لما كنت بشوفك وبلتقي مع كل الوزراء وبسمع منهم حاجات وأتعجب كيف تدار الدولة بهذه الطريقة وبهذه العقلية شوف أنا كنت مدرك أنه الدولة العميقة لن تتحاول مهما تعمل إلا إذا أعدت بناءها تاني إلا إذا أجريت إصلاحات جزرية وده هيخد وقت طبعا الشتغل بأجهزة زي لازم توسع الأجهزة أنا اقترحت وعشان كده يعني أنا في الحقيقة كنت سعلان جدا وعشان كده انسحبت أنه لم يسمع لي في أمور كثيرة في كل الأمور لم يسمع لك ولا لأي عاقل أنا اقترحت عمل حاجة نظام موازل لنظام النيابة العامة اسمه حام عم الشعب وهذا النظام ليس مش من ابتكار محمد محسول ولا ابتكار ده ولا ابتكار ده موجود في 30 دولة في العالم منها فرنسا ومجلتيرا والولايات المتحدة الأمريكية محام عم الشعب يهتم بالقضايا اللي تمس الثورة قضايا قتل الثوار وجرح الثوار وتعطيل العمل وتمويل من الخارج ومش عارف ايه و ايه و ايه وتعمل دوائر خاصة من محاكم من نفس القضاء بس دوائر خاصة تنظر في هذه الأمور بشكل مستعجل وتبعد القضاء المعينين من نظام السابق وتجيب القضاء للجداد او تعين قضاء من ولاد الغلابة اللي كانوا طالعين الأوائل ولم يعينوا عندنا حوالي ما لا يقلنا عن 2001 الى 30001 كان يمكن ان يعينوا بقرار كانوا يملأوا كل هذا انت بتكلم على ناس أوائل في خلال عشر سنين السابقة على الثورة مما اللي ما يتم تعينهم الأول والتاني والتالي ربنا مش جايب حد مش شارع ومش جايب حد دول مش إخوان ولا إسلاميين ولا كذا دول دول ناس من الشعب المصر ولاد غلابة لم يعينوا لأنهم ولاد غلابة دول لو عينتهم وتشكلت منهم نيابات خاصة تساعد محاولهم الشعب الوقت كان ممكن يسعى ان كل ده يتم طبعا كان يمكن ده بجرة ألم هذا كان يمكن ان يتم بإنشاء إنشاء دوائر ده قرار وزير عدل دوائر في نفس المحاكم وزير عدل كان بدافع عضو كان بخاف ياخد أي قرار يمس الأضاء ولا يمس ده تعيين الثلاث تلاف واحد دولار بقرار من رئيس الجمهورية كل بساطة يعني رئيس راح الصين وترك الوضع الداخلي زي ما بقوله المصريين يضرب يقلب لكن قبل سفر للصين أعلن في 27 أغسطس 2012 عن تشكيل الفريق الرئاسي أربع مساعدين 17 مستشار من توجهات سياسية مختلفة القاسم المشترك بين الجميع أنهم عديموا الخبرة في إدارة الدول ما رأيك في تشكيلة الفريق الرئاسي المرسي؟ الحقيقة فيه مؤخذات عليه النقص الكبير من الخبرة لكن فيه عدد من الأعضاء كان عندهم رؤى جيدة ولم يكن ينصت مرسي لهم ولذلك استقلوا بأي ذلك سمعت منهم ما تسمعوا مني سمعت منهم أيضا وقدموا وكانت نظرهم مكتوبة ومسموعة لكن فيه كان فيه شخصيات مرموقة جدا لكن أنا عايز أحط إيديا كمان على جرح آخر الفريق الرئاسي ده كان فيه اتجاهات سياسية مختلفة كان فيه يساريين وكان فيه لبراليين وفيه إسلاميين 17 وفيه مسيحيين من أخواننا الأقباط بمجرد أحداث الاتحادية نسحبوا طبعا أنت بتنسحب ليه في أحداث الاتحادية في هذه الأزمة وانت جاي تعاون فقط في وقت الرخاء ولا تعاون في وقت الرخاء ووقت الشيء مهم قالوا أن الرئيس ما كانش بيسمع ليه ما كانش بيدعوم الاجتماعات وإذا قالوا لم ينصت الرئيس لم يسمع ليه طب هو الرئيس ما بيسمعش للناس اللي حوالي اللي عندها رؤى الناس ده تقعد ليه أصلي مش الرئيس اللي في خطر الثورة المصرية في خطر أحداث الاتحادية كانت تهدد الثورة المصرية أحداث الاتحادية دي كانت ستنتهي بالانقلاب اللي حصل في 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 3-7-2013 لكن عبرنا بالدستور ووصولا إلى تهديئة الشعب اكتسبنا تاني رضى الشعب وتأييد من الشعب ومن ثم بدأت مرحلة جديدة وعشان كده المرحلة دي كانت فصلة يعني استقالاتي جاءت في هذه المرحلة بعد ما عبرنا مشكلة الاتحادية وعبرنا مشكلة الإعلان الدستوري وعبرنا مشكلة الدستور نبقى احنا في برحلة جديدة لكن أيضا المظاهرات استمرت ضد الرئيس مرسي ضد أخوانة الدولة الرئيس مرسي ترك كل شيء يكبر مثل كرة السلج لم يكن ينهي ولا يقضي على الأشياء انشغل في أصفر هنا وهناك الحكومة كانت تتخذ بعض الأمور الجيدة وتعجز عن تسويقها زي الغاء ديون الفلاحين المتعسرين الغاء الحبس الاختياطي في بضايا النشر وغيره من الأمور الأخرى لا هنا مخدش فيه عجزة في موضوع الغاء الحبس الاحتياطي لأنه أنا أشرت في كتابة هذا المشروع ومشروع قانون عجزة عن تسويقه عن تسويقه تسويقه إعلامي فيه إنجازات بس فيه عجزة عن التسويق أنت لما تلغي ديون الفلاحين الغلابة دي وتعجز عن تسويق هذا الأمر اللي بيمثل ناس الفقراء والطبق لما الصحفيين يعودوا 30 سنة والله عشرات السنين يحاولوا يلغوا الحبس الاحتياطي ويتم اتخاذ قرار فيه ويعجز النظام عن تسويقه يبقى نظام فاشل عن تسويق مشاريعه بعد وضع هذا القانون وإرسال رئيس الجمهورية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه أنا في الحقيقة رحت أقعد في أحد الكافيهات في شرع طلعت حرب كافيهات المشهورة المشهورة حتى بأنه غالبية اليسرين بيعودوا عليها وكان فيه وقفة ضد حبس الصحفي الحبس الاحتياطي للصحفي اللي تطول على الرئيس الجمهورية ساعتها وكان مقبوض عليهم اتخذ للسجن فصدر القانون وتم تنفيذه مباشرة بالإفراج عنه وأنا قاعد في القهوة بعدما الناس كانت يعني متأزمة جدا وأنا عمال أقول له مصبره سيحدث تغيير في خلال ساعات في هذا الموضوع لكن حيز أقولك أنه في اليوم ده والأيام التالية الإعلام اعتبر أن هذا الموضوع طبيعي جدا لا يستحق الالتفاة الأزمات المصطنعة بدأت تكبر الكهرباء البترول الغاز فاربع سبتمبر الرئيس مرسي أصدر قرار بتعيين عشر منهم وحافظين جدد منهم ستة إخوان وبدأت الحرب على أخوانة الدولة أبدأ معك الحلقة القديمة شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختم أن كله لكم تحياتي فرق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر